أما التغريدة الثانية اللي في الحقيقة يعني صار لها صيت كبير جداً وهي تقول أيهما أفضل وأنفع للبشرية من اكتشف للناس اللقاحات للأمراض وسمى بعض الأمراض ولا اللي يكتب مثل الشيخ حاي عن الوضوء وشروط الطهارة يقول أيهما أفضل بشرية كتاب يتكلم عن الوضوء وصفة الوضوء وشروط الطهارة وتغسل بالأول كذا وبعدين كذا وبعدين اليمين بعدين الشمال وبعدين ها آخر شيء رجلك وتطلع ولا واحد طلع لنا اكتشاف لدوة لعلاج معين لأنه نقول لقاح كورونا اللي حفظ للبشرية أرواحهم وصحتهم وكذا طبعا هذه الشبهة تقال وأيضا والمقصود فيها هو الطعن في دين الله عز وجل الاستخفاف والتحقير والتصغير لهذا الدين العظيم طبعا نحن أول جواب نقول حق أمثال هؤلاء أولا اللي علمنا الوضوء وعلمنا الطهارة وشروط الطهارة هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بل هو وحنوحى فنقول هل أنت قصدت الإساءة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا قصدت الإساءة للمشايخ والعلماء اللي قاعد ينقلون ما ذكره محمد صلى الله عليه وسلم وفي النهاية حتى لو كان المقصود العلماء والمشايخ وطلبة العلم في تأليفهم ترهم ما ألفوا إلا بناء على ما بلغنا من كلام الله وكلام رسوله معناها الاستهزاء بالعالم وبما كتبه استهزاء بكلام الله وكلام رسوله فالأمر خطير وعظيم الأمر الثاني أيهما أفضل البشرية ما كان محكما يقينا ويصلح لكل زمان ومكان ولا مكان محتمل وظني وممكن ينتفع من الناس وممكن ما ينتفع قضية اللقاحات كلها 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 بلا استثناء كل لقاح ستجد بأن هناك في مدرسة تعارض هذا النوع من الدواء بل يقولون بأن ما في دواء يعني تركيبي إلا وله آثار على جسم الإنسان لازم لازم حتى لو يكونوا ترى بالنسبة كذا من الألف كذا من المئة كذا من المليون ولكن ما في أصلا حكم من أحكام الشرع ولا حكم ولا حكم في نسبة صفر بلمية أن يكون فيه أضرار ما في ما في مرع عليكم يا جماعة في حكم شرعي ممكن يكون فيه ضرر على الناس أبدا الله سبحانه وتعالى ما أنزل ولا أوحى على محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما كان عدلا رحمة إحسان حكمة وحكم وهذا ما قرره شيخ الإسلام بن قيم رحمة الله تعالى عليه يقول عن شريعة الإسلام رحمة كلها عدل كلها إحسان كلها وباب الحكم يعني في أحكام الله عز وجل هذا باب آخر ما تستطيع انتهي منه ولو أردت أن تعيش حياتك كلها في كلام الله عز وجل وتخرج الحكم والفوائد ما تنتهي لا تنتهي عجائبه لا كلام الله عز وجل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو وحيه من عند الله عز وجل